أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الأردن وسوريا والعراق والشرق الأوسط حيث تحدث البابا فرانسيس عن زيارته الرسولية إلى تايلند واليابان مؤكدا أيضا على أهمية المحبة التي منحنا إياها يسوع المسيح وما زال يمنحنا إياها وقال قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس بعد زيارته الرسولية إلى تايلاند واليابان أشاد البابا بالتقاليد الروحية والثقافية الغنية للشعب الطيلاندي والجهود المبذولة من أجل التوافق والإحترام المتبادل بين مختلف مكوناته في سبيل خير الأمة كما وأشاد بشهادة الكنيسة التي تظهر من خلال أعمال الخدمة للمرضى والمهمشين وفي اليابان رأى قداست البابا التحدي الموجود أمام الأصاقفة في كونهم رعاة لكنيسة صغيرة جدا لكنها مصدر للماء الحي لإنجيل الرب يسوع ومن هذا البلد الذي يحمل جراح القصف الذري شدد على أهمية حماية كل حياة وعلى الإدانة الصارمة للأسلحة النووية وعلى إدانة نفاق التحدث عن السلام فيما يتم بناء وبيع القنابل الحربية وأكد بالتالي على أهمية المحبة اللي واجب منحها للحياة المهددة بفقدان معناها محبة الله الآب التي منحنا إياها يسوع المسيح وما زال يمنحنا إياها ودعا أيضا الشباب إلى مواجهة هذا الخطر لأن يتحدوا في صد جميع أشكال التنمر والتغلب على الخوف والانغلاق من خلال انفتاح على حب الله عبر الصلاة وخدمة الآخرين وفي نهاية كلمته عبر عن أمنيته بثقافة لقاء وحوار تتميز بالحكمة وباتساع الأفق والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ترجمة نادية السلام عليكم من الأردن ومن الشرق الأوسط يعلمنا متى أن يسوع المسيح سيبقى معنا طوال الأيام إلى نهاية العالم أدعوكم أن تنطلقوا دون خوف وأن تحملوا المسيح إلى كل الشعوب إن الرب يبحث عن الجميع ويريد أن يشعر الجميع بدفء رحمته ومحبته ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير